الطقس بارد جداً في خيرسون ومع ذلك تجمع هؤلاء الناس في تلك الطوابير ينتظرون الوصول إلى هدف واحد إلى بوابة هذا المتجر للتسوق قصة هذا المتجر مع سكان المنطقة بدأت بعد إقفاله إثر سيطرت القوات الروسية على منطقة خيرسون منذ نحو تسعة أشهر حينها جلبت الحكومة الروسية السلع الغدائية من روسيا بل وفرضت الروبل كعملة للتداول بين الناس هذا متجرنا المفضل لديه البضائع الأوكرانية المفضلة لدينا منذ فبراير كانت لدينا متاجر وبضائع روسية فقط لم نشتري أي شيء روسي لم أحمل أي روبل صاحب الحظ السعيد في هذه الطوابير انتظر ساعتين لدخول المتجر الذي يعتبر أول متجر يفتح أبوابه في خيرسون بعد سيطرة الجيش الأوكراني عليها ورغم هطول الأمطار والبرودة إلا أن الملل أو الضيق لم يتمكن من التسرب إلى هؤلاء بل بدت السعادة مرسومة على الوجوه نحن نسير في الممرات بهذه العيون المندهشة ونرى بطاقة سعر تقول عشر هريفينيات لسنا متأكدين حتى مما نشتريه لأننا في الواقع نحتاج إلى كل منتج لا تزال خيرسون دون كهرباء أو مياه للشرب ولا حتى تدفئه لكن السكان وجدوا بعض الراحة في شراء احتياجاتهم من الغذاء من منتوجات أوكرانية عربات التسوق امتلأت بأكملها ضمن مغريات المنتج الأوكراني والأسعار المنخفضة أحد هؤلاء المتسوقين كان سعيدا فقط لأنه استطاع الحصول على مشروب غازي كان حرم منه على مدار الأشهر الماضية وبعضهم اضطر إلى اقتصار تسوقه على الأساسيات كي يختصر من طول انتظار الأشخاص في الطوابير خارج المتجر